فيه تراهل حصل لخسيت وفيه تراهل وفيه السلوليت السلوليت اللي هي بيعاني منه معظم النساء وخاصة اللي بيحسوا بسمنة بيكون ظاهر في منطقة الأرداف ومنطقة الزراعين السلوليت ده اللي هو بنقول عليه قشرة البرتقالة البرتقالة اللي هو اللي بيكون يعني طبقة غير نعمة اللي هو ملمس الجلد بيكون غير نعم وده بيتكون نتيجة اللي هو تراكم أو تراكم الدهون في الطبقات تحت الجلد مباشرة بيكون كتل بتاخد الكتل دي شكل نتوءات تحت الجلد بتظهر لنا الجلد على شكل قشرة البرتقالة أو اللي هو الجسم الغير ناعم اللي هو الجسم اللي بيبدأ يبان كأن كتل دهنية متكونة فيه طيب أنا ازاي اتخلص من السلوليت ده وازاي اعمل برضو شد تراهل فيه عندنا حية ممكن كلنا نعملها سواء في النواد الصحية أو في البيت عندنا أو في أي عيادات تخصيص بنقدر نعمل اللي هو اللف التنحيفي أو الحمام الروماني للمناطق دي يعني ايه الحمام الروماني يعني الحمام الروماني دي يعني أنا باخد هنقول طريقة عمله سريعا على أشياء وقتنا مكونات الأول أنا بحضر مجموعة من الزيوت اللي هي الحرة اللي هي زي زيت النعناع الفلفلي أو زيت الزعتر أو زيت الصر وزيت الكفور يعني أنا ممكن هاخدهم بنسب متساوية زيت نعناع زيت زعتر زيت كفور زيت صر زيت قرنفل بنسب متساوية بكون 250 ملي ببدأ أخد أدهن المنطقة اللي هي عندي فيها السليليت أو المنطقة اللي فيها تراهل سواء البط أو الأرداف أو مناطق الدراع من هنا ببدأ أعمل لها تدليق كويس جدا تدليق دائري مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة كل ما زيد من التدليق كل ما بعمل على زيادة تداخل الزيوت داخل مسامة جلده وبالتالي بتوصل لأكبر كمية من الخلايا الدهنية طيب بعد ما عملت تدليق بالزيوت الحرة دي ببدأ أجيب طبعا من الملح خفيفة ومشيها على المنطقة مع التدليق الخفيف على أساس أعمل تفتيح زيادة لمسامة جلده على أساس الزيوت تبدأ تتداخل لمساحة أكبر داخل الجلد بعد ما بعمل تدليق بالملح ببدأ عايز أعمل زي نظام صدمة أو تشوك للمنطقة دي عايز أحطي لها المنطقة حرة حاليا أجيب لها أي نوع كريم في مادة الميسول وابدأ أتهن المنطقة كليا بحس ببرودة رهيبة ببدأ أدلك المنطقة دي وفي نفس الوقت وأنا بدلك بالكريم ببدأ ألف بجيب اللي هو الرول الستريتش اللي هو بيستخدموه في السوبر ماركات وابدأ ألف في المنطقة دي بالرول كويس جدا وابدأ أسيبها لمدة نصف ساعة وبعدها أعرضها لمصدر حراري أو أعمل حركة أو أعمل رياضة وبعدها بعد نصف ساعة بشيل الستريت واسيب الجسم يهدأ لمدة ساعة ما تناولش فيها لأكل ولا طعام ولا شرب ولا أعمل مجهود ولا أعرضه لأشعة الشمس خلال الساعة اللي بعد كده على أساس يبدأ الجسم يتخلص من أكبر كبية من الدهون في المناطق اللي تكونت دي ويعمل شد للجلد ويتخلص من السليت على مدى الشهر إن شاء الله بنلاقي نتائج كويسة جدا